شفى أحدث تقريد لوزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على صدرات والواردات خلال النصف الأول من العام الجاري أن الهيئة استقبلت 46904 رسائل منها 31548 رسالة صناعية و 15356 رسالة غير صناعية هذا وقد أوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات أن معامل الهيئة قامت خلال الفترة محل التقرير بفحص 105685 رسالة منها 7767 عينا غذائية و 45616 عينا كيميائية و 47161 عينا صناعية و 5141 عينا التعاقد